شهدت السنوات والأخيرة تطورا كبيرا للعلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين انعكست في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين علاقات اقتصادية قوية تجمع القاهرة والمنامة تؤكدها الأرقام والاتفاقات بين الدولتين وتقوم على التعاون وتستهدف دعم الاقتصاد في البلدين علاقات اقتصادية قوية ومتنامية تربط مصر والبحرين على مدار سنوات طويلة من التعاون الثنائي الفترة الأخيرة شهدت أشكال متعددة ومتنوعة من التعاون بين القاهرة والمنامة في جميع المجالات التجارية والإثثمارية والتنموية والسياحية علاقات اقتصادية مزدهرة بين البلدين انعكست في حجم التبادل التجاري بينهما خلال السبعة أشهر الأولى منذ عام 2021 والذي بلغ نحو 552 مليون دولار وتتضمن أهم بنود التبادل التجاري الخضروات والفاكهة والأجهزة الكهربائية الحديد والصلب والألومينيوم والبلاستيك مملكة البحرين تحتل المرتبة السادسة عشر في قائمة الدول المثثمرة في السوق المصرية حيث بلغ حجم الثثماراتها ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار من نحو 216 مشروعا هذا وتضم الصادرات المصرية للبحرين الأثاث، الحديد، الآلات والمعدات، الخضروات والبقول والمواد الغذائية مستحضرات التجميل والقطن والسيراميك فيما تضم واردات القاهرة من المنامة، المشتقات النفطية، الزيوت، منتجات بلاستيكية، الألومينيوم ومصنوعاته مستحضرات التنظيف والحديد والصلب إذن هي علاقات اقتصادية مميزة وثيقة تؤكدها الأرقام والاتفاقات بين الدولتين وتقوم على التعاون وتستهدف دعم الاقتصاد في البلدين ترجمة نانسي قنقر